ألفين وتسعود تقدمت الاستراتيجية الوطنية للماء أمامها في جلالة الملك، حطوا باش غادي يكون سبعة وخمسين سد كبير اللي ادارت منها تسعود. إحنا الإشكالية دينا في البلاد خسنا تجبيع دينا الماء كيف جاف مدخلة دينا سي 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 الحسن، أي نقطة تحت خسنا 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 توظف، ما يمكنش الماء يمشي لبحر. خسنا أي نقطة تحت نشدها، وخسنا نكملو بتحلية المياه، وجبتو مسألة. كل محطة ديال تحلية المياه تحجم الدرت، وحدة اللي الدرت هي ديال أقادير، ودرتها وزارة الفلاحة، أنا ما كنت نطبلش، ولكن هذا واقع، بيمكنش ما يتقلش. بيتحكي من ملكي، واليوم كل مكانش هديك المحطة أقادير ما تشربش الماء، وهديك الماطيشة اللي نايد عليها ستاء ما توصلش. مع العلم ما رأى النار بعلها بكتار، ديال الماطيشة اللي كنزرعو فيها الماطيشة، هي اللي كي يكلون بغربة وكي تصدر منها. وبالتالي، في هذا الجيل الأخضر، كتسقاب بالتحلية، معلوم؟ همتي؟ أنا كنقول لك هذا واقع، وخصنا نقوله، ما كنش البطبو ونقوله اللي واقع، نمشي ولتحلية المياه، نجبتو هاد القضية ديال ديال المحطة ديال الضربة دا ورئيس الحكومة تضارب المصالح. يا إخوان، هذا حق أريد به باطل، وانا بحكم الموقع خصنين تكلم في هاد المياه. راح باش يدفع بالتنمية في البلاد خص مشاريع كبرى. باش يكونوا مشاريع كبرى، الدولة ما عندهاش الفلوس. وبالتالي، وهدي من الحسنات ديال الحكومة ديال السيبن كيران، خرجت القانون، وسجلتو 82 جوج 82، ديال الشراكة مع القطاع الخاص، مع القطاع العام والقطاع الخاص. جوجة المراسيم خرجوا في الحكومة ديال السيبن العتماني، وكنشكرهم وكنحييهم على هاد الجرأة. هاد المشروع لا ديال المحطة ديال الدخلة ولا المحطة تحليات المياه ديال الدربدة داخلة في هاد الإطار. وكينا لجنة وطنية لتتبع فيها كل وزارات الكبرى، فيها وزارة الداخلية، فيها وزارة الجهيز، فيها وزارة المالية، بلا ما نزيد. تحبط طلب عروض فيه ثلاثة ديال مؤسسات كبرى، جوج مغربية ووحدة دولية، هاد طلب عروض دولي. وبقاوا غادين في المناقصة حتى تبت المشروع عند شركة وطنية. لا يهمونيش كون رسلم، المهم رأس المال مغربي، وخصنا نشجعوه، وهاد شيء الإخوان راك يدخل في السيادة الوطنية على مجموعة ديال، ما يمكنش أنا القرار ديال المال اللي تشرب الناس ديال الدربدة يكون عندي في باريس. والثلاثة خاصة انت مع هاد الشركة خصني مشير السير دي البنك الدولي باش نحل المشكل. على الأقل تكون سيادة الوطنية على هاد الميل الفاتس. هاد المشروع كتتكلف به هاد الشركة او الشركة الخاص كيتكلف بالدراسة، كيتكلف بالتمويل، هو اللي كي يجيب تمويل، الدولة ما كتحت ترير، كي يدير الإنجاز، كي يدير السيانة، كي يدير، والدولة خصات مشير في هذه الاتجاه، وتأكد بأن اليوم كل مشاريع المستقبلية، راه ما يمكنش راه مشاريع كبرى خصات تكون في البلد، الدولة ما عنداش فلوس، إلى ما تعملتش مع القطع الخاص. وبالتالي، الإخوان، يجب أن نتفادى شيطنة رأس المال المغربي، أنا سمعت من عند زميل دي، رئيس فريق، يقول لك هاد الناس يمشيوا ويستثمروا في إفريقيا، لا، سويستثمر في المغرب، الأرباح تبقى في المغرب، وتستثمر في المغرب، نمشي لهذا كلوتوروت ديال الماء، أنا غادي نقول لكم، أنا هاد شي كان في نقاش، لوتوروت ديال الماء، كان خصو يكون شحال هذي، ووزير فلاحة، سابقا اليوم رئيس الحكومة، كان في مجموعة ديال مجالس حكومية، يطالب بهادك لوتوروت ديال الماء، ما بينسبوه للسد بن عبد الله، لأن تقريبا 450 حتى 500 مليون متر كوب قد ضيع في البحر، وما تدارتش في الوقت، أول قرار تخذ، كواعدك، تدار هادك لوتوروت، واليوم كون ما كانش هاد الوتوروت، اللي تدارت أولا بشركات مغربية، خبرة مغربية، ويطالب نطوروه، لأننا نحتاجين لطوروت ديال الماء، بشربطوا الأحوال، كون ما الضربدة شمالية، والرباط، ما يشربوه لما في هذه الأزمة، وهاتش الدار في وقت وجيز، سبعة شهر، وبالتالي، يجب أن نكونوا منصفين، الناس الذين يجب أن نرفعوا لهم القبعة عالية، لأن هذا شيء كي يخدم المصلحة ديال البلاد، ما بغيتش نزيد نطول الداخل، ولا ديال الدار البيضاء، هادو كانوا أولا غالي يتوجهوا لماء صالح الشرب، وتم تحويلهم الفلاحة، وواحد كانوا موجهة للفلاحة، وزادوا له الماء الصالح الشرب، دابا السيح الداد قال لك ودي هذا الشيء اللي ركوخ دائمين فيه اليوم، ما يخرج على ثلاث سنين، وخرجوا اليوم، النصر محتاج للماء، دابا، خرجوا، هذك شرخصوا دراسات، وخصوا موارد، وخصصكت باش هذا الشيء يتطبقوا، وثانيا من اللي كنت تدير هذا الشيء، كيامل ديال الدراسات، وكتجي كوفيد، وكتحب سعليك كل شيء، اقتصاد كيوقف، ما ستدير، كتتحاكم واحد الحكومة، بحال اللي زع ما كانت الأمور ما وقعتها شيء، وجاي علاش ما درتوش الماء، تسعود ديال السودود اللي داره، ما داروش من الاستقلال في هذي العشرة سنين، من الاستقلال الى يومين هذا، قبل هذيك العشرة سنين، اللي عادت ديال السودود اللي داروه، في عشر سنين، كتر من اللي داروه، من الاستقلال الى ان بدأت هذي الحكومة ديال العدلة والتنمية، والتحكم المالكين اللي هدرت عليه هذي غيات، واش كان بحضور رئيس الحكومة، ولا كان غير ما بين وزير الفلاحة و جلالة المالك، هو رئيس الحكومة اللي دافع عليه، وخاصة عزيز اخ النوش، يشكر رئيس الحكومة، ماشي يقول، لا انا اللي جبتوها كده الفلاحة، لا اسمح، هذا الشي اللي يقول، هذا الشي اللي تفهم الكلام ديالك، الا خاصة ما يتكلم، لا تفهمش من الكلام ديالك، بانه فقط وزير الفلاحة، ما نعاتبه على وزير الفلاحة، وقلناها لهم مرارا وتكرارا، هو الاختيارات الاستراتيجية، لا للمغرب الاخضر، ونفس الاخطاء، كدر في الجيل الاخضر، وش لحد الان وزير الفلاحة، ما زال كيتكلم، على توزيع المجال السقوي، وهو عنده مكانش تلاتة وعشرين في المياه، وهو وجير تجهيز، كيقول له، ديالك تشتراح بزاف اللي يكدروا في الفلاحة، يك هدا وزير معاكم في الحكومة، كيقول لكم، ديالك تشتراح بزاف، ما يمكنش، وش الحقيقين انتع السجون في ديال السودود، فيها تلاتة وعشرين في المياه، وكي اللي فيها ربعة في المياه، في غير الوحل، وما زال كنت تكلموا عن الزراعات السقوية، وما زال كنت تكلموا عن الصدير، ما نعاتبوه على السقاخ النوش، خلال 17 سنة ديال هاد الأقراء، كان خدوه يقدم استقالة واسيغية، أنا يقول لك، سمح لي، هدا الشي اللي مشاه في التبدير ديال الماء في الزراعات السقوية، نشاهل كبار للفلاحين المصديرين، ماشي لصيغار للفلاحين، الأراضي المغربية الفلاحية، خمسة وتسعين في المياه، بور، وقلنا اللي صحيح، واخا دا غي، خليني، ما اللي نعطيك، ما اللي يتجيك الكلمة، ما عندي ماء، ما شكل ما نقول لك، رأس المال المغربي، نحن معاهر الرأس المال المغربي، ولكن، استقلاف نوش، يجب أن يُقدم الاستقالة لهم، رأس الحكومة، ومرحبا به رأس المال المغربي، يستثمره، فكلمني، وهذا ما غير، إلا، وعنيننا، ولكن، ما يمكن يكون رئيس الحكومة، ويبيع شيء مع المغربة، مع المغاربة. أنا أريد أن أسألك الشركة الأكسجين التي لديك. ما زالت الأرهات هي خدامة وخدمت في كوفيد؟ لا نقول لك ما هو الشفر الضفر الذي قدرت في الكوفيد. والذي كان قسمين لك المارشي ماغوكان كانت شركة كبيرة. شركة رئيس الحكومة واحدة شركة فرنسية. وقسمين صفقات التي كانت في المغرب. أريد أن أجلبون شركات أجنبية أخرى. أنا أريد أن أصيد رئيس الحكومة وقسع يدفع استقالهم ورئيس الحكومة لا. ما يستطيع إستقاله من جميع الشركات. لم يجب تبيع شركة دياله. يبيع هناك. يستطيع إستقال. دول ديمقراطية. مع ذلك. ودير زواج يا إبراهيمي كانش المعارضة رائحم رايح المعارضة اسمح لي الرائح واضيفة دستورية أنا ما قاعتوش ما يقفني كانش الرائس الحكومة معارضة فيدار المعارضة هو فر منّ اكبر اس براهيمي قاوس لك انسمع غير مطبول لا هذا غير مطبول هذا النقاء السياسي الله يدي ما حلما يغني ان ينقشك مع النقاء السياسي لا تفضل أنا كنقول لك هذا تدرب المصاريح مخصوش يكون